أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة لا تتدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة بمواصفات ومعايير عالمية تقدم العلاج الطبي المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء جاء ذلك خلال احتفال الفريق أول محمد زكي بتخريج الدفع الخامسة من المعهد الصحي للذكور دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكي بشارع ودفعة رابعة من المعهد الصحي للإنات دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين علي سلامة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددين من كبار قادة القوات المسلحة وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخارجين النوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة